في أكبر عملية لمكافحة المخدرات ضبطت شرطة الأسترالية 903 كيلوغرامات من مخدرات الميتافيتامين في إحدى ضواحي مدينة ميلبورن وتم اكتشاف الكميات في أحد مستودعات التخزين شرق المدينة نحن فخورون بأن تضافر وتكسيف الجهود والتعاون أدى إلى الكشف عن هذه الكمية من المخدرات التي تعرف ببلور أستراليا ونعلم أننا نواجه مشكلة حقيقية مع المخدرات وهذا ما يؤكده تحليل مياه الصرف الصحي التي أطلقناها الأسبوع الماضي البلور يمثل أخطر وباء تواجه أستراليا في تاريخها حبوب الميتافيتامين أو بلور أستراليا كانت مخبأة بين طبقات الواحن خشبية تستخدم في كسو أرضيات البيوت والمؤسسات ترجمة نانسي قنقر